اشتركوا في القناة العضلات اللي هي موجودة في جسمنا فأي جزء في جسمك هي المسؤولة عن حركة جسم الإنسان علل نميجي يقولك علل تقوله وذلك بسبب قدرة العضلات على الانكباض والانبساط الانكباض والانبساط طيب إزاي بقى يا جماعة العضلة دي بتنقبض طيب وجدوا أن العضلة بتنقبض تحت تأثير السيادات العصبية وحاجة تانية بيسموها الفيسيولوجية الخاصة بالاستجابة للحفز بالتنصيق والتأذر بين الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي يبقى هنا عندنا العضلة بتنقبض تحت تأثير السيادة العصبي اللي هو بيجمدين يا جماعة من الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي وفي نفس الوقت برضو يا جماعة الفيسيولوجية بتاعت الانكباض اللي هي الانكباض والانبساط طيب طبعا الحافز اللي بيوصل ليها ماشي وجد ورضو ان الحركة في الانسان تتم بالتأذر اللي هو التعاون بين سلاس اجهزة الجهاز الاولاني اسمه الجهاز الهيكلي اللي هو الجهاز العظم يا جماعة اللي احنا شرحناه في الفصل الاول او الدرس الاول من الفصل الاول اللي هو الجهاز الهيكلي في الانسان ماشي نقول بقى اهمية الجهاز الهيكلي ده اللي هو العظمي في الحركة رقم واحد الجهاز الهيكلي بيمثل مكان اتصال مناسب للعضلات يعني بعدنا كل عظمة بيتصل بها عضلات طيب رقم اتنين بيعمل الجهاز الهيكلي كدعامة للأطراف المتحركة يعني بيعمل كتدائيم وتقوية الجسم الإنسان طيب ولذلك لقينا أن المفاصل تقوم بدور هام في حركة أجزاء الجسم المختلفة ليه يا جماعة وذلك لأن المفاصل عبارة عن إيه التقاء عظمتين هذه عظمة ودي عظمة الجزء اللي هو بينتني ده اسمه إيه يا جماعة اسمه مفصل اللي هو اتصال العظمتين مع بعض اسمه مفصل طيب نقول تاني وذلك لأن المفاصل المفاصل دي عبارة عن إيه عن مكان التقاء عظمتين أو أكثر وفي نفس الوقت برضو الأعظام دي تشكل مكان اتصال مناسب دي العضلات من جهة وتعمل كدعامة للأطراف المتحركة من جهة أخرى طيب الجهاز العضلي اللي هو تاني جهاز وجدوا أن هو المسؤول عن حركة الجسم احنا قلنا من شوية أن العضلات لها ايه يا جماعة القدرة على الانكباض والانبساط تم العضلة دي متصلة بمين بالعظم طيب حصل انكباض العضلة بيجي الأعظام تتحرك طيب انبساط اللي بحصل للأعظام برضو برضو بتتحرك طيب عندنا بعد الوقت نوعين من العضلات فيه نوع منهم اسمه العضلات الإيرادية الإيرادية يا جماعة اللي هي اسمين تانيين اللي هي الهيكلية وبرضو المخططة العضلات الإيرادية اسمها الهيكلية أو المخططة طيب ليه سموها هيكلية لأنها بتتصل به الهيكل العظمي طيب ليه مخططة لأن فيها المناطق المضيئة والمناطق الدكنة المناطق المضيئة والمناطق الهين الدكنة اللي احنا قلنا عنها من شوية اللي هي المنطقة i والمنطقة a طيب عشان كنت سموها مخططة طيب ليه سموها إيرادية لأن الإنسان بمزاجي يبقى دي اسمها ايها جماعة بيسموها ارادية طيب ودي بتمثل معظم عضلات جسم الانسان يعني معظم العضلات اللي عندنا بتكون عضلات ارادية النوع التاني من العضلات اسمها عضلات لا ارادية من اسمها لا ارادية يعني الانسان ليس له القدرة على التحكم فيها الانسان ملهوش القدرة على ايها جماعة على التحكم فيها طيب بيسموها ملساء ليسموها ملساء لأن لأنها لا تحتوي لا على المناطق الدكنة ولا المناطق اللي هنا يا جماعة المضيئة تبقى كلها جزء واحد كده نفس الشكل طيب ليه بيسموها غير مخططة؟ معلش شيء برضو ملساء هي غير مخططة نفس الكلام طيب نيجي بعد الوقت يا جماعة ليه سموها لا إرادية لأن الإنسان ليس له القدر على التحكم فيها طيب زي مين؟ زي القلب والأحشاء بس يخلي بالك الأحشاء أنا معاك هي عضلات لا إرادية القلب برضو لا إرادية بس في نفس الوقت مخططة نركز بقى نحن قلنا المخططة فيها مناطق مضيئة ومناطق إيه داكنا الملساء ما فيهاش طيب المخططة الإنسان بتحكم فيها الملساء ما بتحكمش طيب القلب ده مخطط عضلات مخططة بس في نفس الوقت لا إرادية يبقى لما يجي يقول لك العضلة الوحيدة في جسم الإنسان اللي بتشمل أو يعني بتكون مخططة وبتكون لا إرادية في نفس الوقت يبقى عضلة القلب عضلة ايه يا جماعة؟ القلب دي العضلة الوحيدة اللي فيها اللي اتنين بتكون مخططة لانها تحتوى على المناطق الداكنة والمناطق الهين المضيئة وبتكون لا ايرادية لانها بتتحرك دون تدخل من الانسان دون تدخل من الانسان طيب الجهاز الثالث اللي هو الجهاز العصبي اللي هو الجهاز العصبي الجهاز العصبي يا جماعة ده الجهاز الثالث فيه الأجهزة المسؤولة عن حركة العضلات اللي عاتنا ليه بقى يا جماعة الكلام ده وذلك لأن الجهاز العصبي بيعطي الأوامر للعضلات على شكل سيالات تسمى باسم السيالات العصبية ودي اللي بتدي القدرة للعضلة على الانقباض والانبساط يبقى مين بدي الأوامر العضلة هي تتحرك الجهاز الهون العصبي بيديها الأوامر اللي هي تنقبض أو تنبسط زي ما هنشرح دلوقتي هو هنشوف العضلة لها القدرة على الانقباض والانبساط لأنه بيجيها الأمر من المخ إيه ما بتنقبض إيه ما بتنبسط وفي نفس الوقت هي متصلة بالجهاز الهيكلي فانقبضت بتحرك معها الجهاز الهيكلي انبسطت برضو بتحرك معها مين الجهاز الهيكلي نيجي بعد الوقت ليه موضوع وهو موضوع هام جدا ونركز في الرسمة اللي قدامنا كويس جدا 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 اللي هو بيتكلم عن كيفية انتقال السيال العصبي إلى العضل الهيكلي إزاي السيال دهو بتحرك يا جمعا أو بيوصل للعضلة عندنا العضلة بتمر بثلاث حالات الحالة الأولى اسمها حالة الراحة أو الاستكتاب الحالة التانية حالة الإصارة أو اللا استكتاب الحالة التالتة اسمها العودة إلى الراحة يعني بنعود مرة تانية إلى حالة الراحة طيب نقول تاني حالة الراحة اللي هي الاستكتاب إيه دك مفروضة حالة الإصارة اللي هي يلاقي استقطاب إيدك إيه منقبضة العودة للراحة يعني إيدك بترجع تاني للوضع اللي كانت فيه قبل كده إزاي هنشوف دلوقتي أول حالة هو اسمها حالة الراحة دي بتتم قبل استقبال السعير العصب اللي هو جاملين زي ما قلنا من الجهاز العصب المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي طيب إيه اللي بيحصل قادة العضلة ده السطح بتاع الغشاء اللي في العضلة بيكون سطح الخارجي بتاعه موجب الشحنة وسطح الداخلي سالب الشحنة طيب طالما سطح موجب والآخر سالب بينشأ بينهم فرق في الجهد اسمه فرق الجهد التأثيري فرق الجهد التأثيري طيب يعني فرق الجهد التأثير يا جماعة يعني الجهد في حالة الراحة وإيدك مستريحة مفروضة طيب وده بينشأ نتيجة أو نتيجة للفرق في تركيز الأيونات بين خارج وداخل الغشاء اللي في العضلة طيب وإحنا قلنا من شوية اللي بيسمى بحالة الاستقطاب تمام نيجي بقى نتشوف الحالة التانية اللي هي الإصارة أو اللي هي استقطاب أو اللي إحنا إيه بنضم إيدينا لبعضها كده إيه اللي بيحصل يا جماعة نرجع بقى تاني للرسمة بتاعتنا اللي كانت موجودة من شوية دي أهيت ركزوا معي بقى يا جماعة دي بيسموها تشابك عصبي عضلي بمعنى تشابك عصبي عضلي نطلع بقى حاجة كده بسيطة عشان نعرف الناس زي الموضوع ده بيتام أهنا عندنا ولكن الموبايل ده عبارة عن سطح بتاع الليفة العضلية سطح الليفة العضلية طيب والسبحة دي عبارة عن نهاية تفرق نهائي لمحور خلية عصبية حركية طيب خلية عصبية حركية يعني بتنقل سيال عصبي حركي اللي هو جي من اسم تحريك إيدك فسموه سيال عصبي حركي خلي بالكم في نهاية التفرق النهائي لمحور خلية عصبية حركية بيكون موجود جزء منتفخ بالشكل ده اللي هو قدامنا اللي هو فوق وفي الدواير ده طيب الجزء ده اسمه إيه يا جماعة اسمه نهاية التفرقات النهائية لمحور خلية عصبية حركية طيب خلي بالكم في عندنا مسافة ثم الجدار أو السطح بتاع الليفة الليفة العضلية تمام كده الجزء بقى الفاضل في النص ده هو اللي هو الانتفاخ اللي احنا قلنا عليه النهاية موجود جواها حاجة اسمها حويصلات التشابك او بيسموها حويصلات عصبية بيسموها حويصلات عصبية الحويصلات دي موجود جواها مواد كيميائية اللي هي بيسموها الاسطيل كولين او النواقل العصبية جوا الحويصلات اللي هي موجودة في الجزء المنتفخ اللي قدامكم اللي احنا بنعبر عليه بالسبحة دي طيب نراكز بقى مع بعض بمجرد ان يصل سيال عصبي حركي الى نهاية التفرع النهائي لمين يا جماعة لمحور الخلية العصبية الحركية ايه اللي بيحصل؟ موجود هنا تحت حاجة زي منتوا شايفين كده بيسموها مضخات الكالسيوم مضخات مين؟ الكالسيوم بمجرد ان السيال يوصل هنا تيجي المضخات دي تكون بإدخال مين؟ الكالسيوم لجوا اول ما الكالسيوم يدخل في الجزء ده بيعمل على انفجار الحويصلات النقلة اللي جواها الاسطيل كولين طيب طيب لما انفجرت فيطلع منها المين؟ الاسطيل كولين اللي هو الناقل الكيميائي طيب نركز بقى الجزء الفاضي ده اسمه شقة التشابك بيجي الاسطيل كولين نوسعه شوية كده وتمثلا وليكن ده الاسطيل كولين ههو لما انفجرت الحويصلات طلع برة بعد ما طلع برة ما ييه اللي بيحصل؟ بيسبح في شقة تشابك اول ما يسبح في شقة تشابك بيوصل لهنا حاجة بيسموعه مستجبل خاص مستجبل خاص بالاسطيل كولين بيه بنفس الأسلوب ده؟ بعد ما يتاحت بيه يا جماعة بيحصل مشكلة غريبة جدا بتتغير الفيسيولوجية بتاعة غشاء الليفة العضلية. فإيه اللي بيحصل؟ بتتغير نفازياتها لأيونات السوديوم. يعني السوديوم بدل ما هو فوق عشان كده صار الخارجي موجب. إيه اللي بيحصله يا جماعة؟ بيدخل جوه. فبتتغير النفازية وبتغير الاستقطاب. إيه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ بيبقى سطح الخارجي بدل ما كان موجب في حالة الاستقطاب هيبقى سالب. وصطح الداخلي بدل ما كان سالب في حالة الاستقطاب هيبقى موجب. يعني قلنا في الاستقطاب اللي فوق موجب واللي تحت سالب. اللي هي استقطاب بيحدث العكس. بيبقى اللي فوق سالب واللي تحت إيه يا جماعة موجب. طيب. إيدك كده لما يكون اللي فوق موجب واللي تحت سالب. طيب. حصل عكس أصبق تحت موجب واللي فوق سالب. إيه اللي تحرر الحويصلات الناقلة فبيتحرر منها مين؟ الأستالكولين ثم يسبح فيه شكل تشابك حتى يصل إلى غشاء الليفة العضلية ويستكر فيه المستجبات الخاصة فبيغير النفذياتها لعينة السوديوم فبيدخل السوديوم لجوه وبكادة تتغير الحالة بتاعة غشاء الليفة يبقى سطح الخارجي فيه سالب والداخلي موجب اللي هو بيسمى باسم حالة الإصارة أو اللا استقطاب طيب نكمل زي ما احنا شايفين في الصورة كده يا جماعة زي ما احنا شايفين كده هوت عندنا الحويصلات دي اللي هي ممتلعة بالناقل الكيميائي اللي هو الأستالكولين مضخط الكلسة من هناك هيت نشوف بقى السهيل العصب لما وصل حصل انفجار طلع الأستالكولين اللي هو المسلسات دي ووصل للمستقبل الخاص اللي هو قدامكو في غشاء الليفة فسبب الإصارة فأصبح دخول أينات السوديوم للداخل بكيمية كبيرة جدا فأصبح السطح الداخلي موجب والخارجي سالب عكس اللي احنا قلناها قبل كده في حالة الاستقطاب دي بقى بيسموها حالة الاستقطاب البلاميجي يقولك عرف يعني ايه حالة الاستقطاب تقوله هي حالة الليفة العضلية عندما يكون سطح الخارجي موجب والداخلي سالب طب عرف لللاستقطاب يبقى حالة الخالية العصبية عندما يكون سطح الخارجي سالب والداخلي موجب تمام نيجي بقى للخطوة الأخيرة ماشي نشوف بقى بعض الملاحظات اللي قدامنا دي احنا قلنا العضلة بتكون مستكتبة وقت الراحة لما يكون ستعال خارجي موجب وداخلي سالب طيب لما يجي يقول لك ناقل عصبي بيخرج من النهايات العصبية الحركية يباس موئي يا جماعة السالكولين ماشي الجزء ده هنخليه دلوقتي لما نخلص بس مين يا جماعة الجزء اللي قبله المهم الخطوة الاخيرة اسمها اللي هي العودة الى الراحة العودة الى الراحة طيب العودة الى الراحة دي يا جماعة يعني السالكولين متصل بي المستكبات الخاصة في إيه اللي حصل لإيدك لسه منقبضة طيب احنا عودين إيدنا ترجعتين زي ما كانت منبسطة الحل الحل اللي لازم يكون فيه موجود حاجة معينة تعمل تلاشي تلاشي الكولين استريز الإنزيم ده هو عبارة عن إنزيم يوجد فيه نقاط الاتصال العصبي العضلي والإنزيم ده هو بيعمل على تفتيت أو تحطيم الأسطاع الكولين لما بيحطم الأسطاع الكولين بيحولوا إلى كولين وحن بلخليك ما عادش ليه أي تأثير على العضلة في اللي بيحصل للعضلة بترجع تنفرد مرة تانية طيب إذا لما يجي يقول لك إنزيم متوفر فيه نقاط الاتصال العصب العضلي نقول له اسمه إنزيم مين يا جماعة الكولين استريز طيب إيه اللي يحصل لو الكولين السريز ده ها محطمش الأسطاع الكولين أو عمل على إيقافه إيه اللي يحصل يا جماعة هيظل الأسطاع الكولين متحد مع مين مع المستقبات الخاصة الموجودة في العضلة فظل العضلة في حالة انكباض طيب مما يؤدي إلى استمرار إصارة العضلة وبالتالي يا جماعة هيستمر انكباضها ويصاب الإنسان بتقلصات شديدة جدا مما يؤدي إلى الإجهاد زي ما هنقول بعد شوي تمام نيجي بعد جدا لآلية الانكباض اللي هما بيسموها نظرية الانزراك أو نظرية الخيوط المنزلقة للعالم هيكسلي طيب العالم هيكسلي أول واحد فصر آلية الانكباض العضلة وتعتبر النظرية بتاعته أسلم أو أصح النظريات في تفسير هذا عن الانكباض ويراكز فيها كواس جدا علشان دي من الأسئلة اللي بتيجي كتير في الامتحان المهم أول حاجة فكرة النظرية وجدوا إن تعتمد فرضية الخيوط المنزلقة للعالم هيكسلي على التركيب المجهار الضقيق للألياف العضلية احنا قلنا من شوية وإحنا بنشرح اللي عندنا كل ليفة عضلية بتتكون من ألف إلى ألفين ليايفة طيب الألفين دول تقول إيه اللي بيحصل يا جماعة كل واحدة فيهم بتتكون من خيوط بروتينية رفيعة اللي هي الإكتين وبروتينية سميكة اللي هي من المايوسين تمام العالم ده قال إيه بقى أول حاجة استخدم الرجل ده استخدم المجهر الإلكتروني للمكرنة بالليفة عضلية في حالة إنكباض وأخرى في حالة إيه انبساط طيب فوجد إيه وجد إن الخيوط البروتينية اللي هي المايوسين والإكتين اللي هي بتكون إلى الألياف العضلية بتنزلك الواحدة منهم فوق الأخرى يعني بيجوا فوق بعض كده طيب لما بينزلكوا الواحدة منهم فوق الأخرى ده بيسبب انكباض أو تكلص العضلة إزاي إزاي أنا وليأكل مثلاً الإيدي عبارة عن خيوط المايوسين خيوط المايوسين دي بتكون روابط اسمها روابط مصاردة وليأكون السابحة دي إيدي التانية دي عبارة عن خيوط الإكتين طيب الروابط المصاردة الطرف بتاعها من برة عامل زي الخطاف بالشكل ده كده يا جماعة الخطاف دي بتكون من إيه من آيونات الكالسيوم يبقى عندنا خيوط المايوسين بتكون الروابط المصاردة بمساعدة آيونات الكالسيوم الآيونات دي بتعمل كإيه يا جماعة كخططيف بتعمل كخططيف هذه الخططيف تقوم بجذب خيوط الاكتين في تجاه بعضها يعني اي ده يا جماعة شدت مين الاكتين تمام كده ادي الميوسين ادي رابط مستعرضة ادي ايوانات الكالسيوم ودي مين الاكتين فبتيجي الميوسين عن طريق الرابط المستعرضة تجزيب مين الاكتين تمام كده بسيطة طيب علشان الميوسين تقوم بجذب الاكتين في اتجاهها عاوزين طاقة الطاقة دي هتيجي منين؟ هتيجي من ال-ATB هتيجي من ال-ATB يبقى اذا لما يجيلك في الامتحان يقولك تتكون الروابط المستعرضة بواسطة نقط ونقط يبقى تقوله بواسطة ايوانات الكالسيوم وال-ATB الكالسيوم ويه تاني يا جماعة وال-ATB يبقى احنا دلوقت عندنا اهميتين للكالسيوم الاهمية الاولى بيعمل على انفجار الحويصرات النقلة فبيطلع منها مين؟ الأستالكولين مما يؤدي الى اصارة العضلة الحاجة التانية بيدخل في تكوين الروابط المستعرضة حيث يكون الرؤوس اللي هي بتعمل كخططيف خطاف فتكون بجذب الاكتين في اتجاه مين؟ المايوسين بمساعدة الطاقة اللي هي موجودة في ال-ATB بساعدة الطاقة الموجودة فينا يا جماعة؟ في ال-ATB وبالتالي ايه اللي بيحصل دلوقت لعضلة؟ طب العضلة عاملة كده بيحصل انكباض بتقترب لبعضها طبعما اقتربت بيحصل لها تكلص او نقص في الطول بتاعها فالايد بتنقبض طيب عند زوال المنبه لما مثلا خاص الواحد ايده انقبضت او زباية انبسط طالما المنبه تشيل زي ما قلنا من شوية اللي هو العودة للراحة اللي بيحصل لاجماعة تتباعد او تنفصل اللي هي الروابط المستعرضة ده هي عن الاكتين طب انفصلت ايه اللي يحصل للاكتين؟ بترجع تاني طيب انقبضت الاكتين راح فين؟ راح تجاه الميوسين طيب فصلنا اللي بيحصل للاكتين بتمشي مرة تانية تمام كده؟ طيب يبقى اذا بمجرد زوال التنبيه العصبي اللي بيحصل يا جماعة بتنفصل خيوط الاكتين عن الروابط المستعرضة واي اللي يحصل بقى لعضلة حجمها بيزيل حيث تتباعد خيوط زد عن بعضها وتعود الكترة العضلية ايه؟ للوضع الاصلي بتاعها مرة تانية يا جماعة بالبلد كده اكنا جاب سوستة وبتشد السوستة وتسيبها تشدها وتسيبها تمام كده يا جماعة؟ طيب نشوف ركز معي انا قلت من شوية اللي احنا عندنا الـ ATB دي عملة الطاقة في الخلية دي اللي بتدي طاقة للربط المستعرضة حتى تقوم بجذب الاكتين في اتجاه بعضها وفي اتجاه الميوسين طيب يبقى اذا احنا بنستهلك الـ ATB فين في جذب الاكتين طيب جذبنا الاكتين تم الربط المستعرضة لسه مسكة فين في الاكتين احنا عاوزينها بقى تسيب الاكتين عشان يرجع الاكتين زي ما كان فالعضلة تستقيم شوي ايه الحل يا جماعة؟ يبقى احنا برضو محتاجين دلوقتي طاقة تقوم بقى الـ ATB حتى نتمكن من فصل الاكتين الروابط المستعرضة عن الاكتين الروابط عن الاكتين طيب يبقى الـ ATB محتاجينها في حاجتين اللي احنا عن طريقها الروابط المستعرضة بتجذب الاكتين في اتجاه الميوسين والحاجة التانية الـ ATB برضو بيعمل على فصل الروابط المستعرضة من الاكتين في اللي بيحصل العضلة بيحصل لها انبساط تمام ايه اللي يحصل بعد الوقتي لو كان في نقص في الـ ATB يعني وليكن مثلا عشان ايدينا تنقبض يعني ده الاكتين هو ده الاكتين ينقبضوا تجاهب عضوهم البعض عن طريق الروابط المستعرضة عاوزين مثلا وليكن 50 ATB وعشان ينفصلوا عاوزين برضو 50 ATB فجأة كده جسمنا او الخلية بتاعتنا او الليفة العضلية ما عادش موجود فيها الا 50 ATB بس هيكفو لانكبض مين العضلة طيب احنا عاوزين 50 تانيين عشان نبساط العضلة مفيش 50 تانيين ايه اللي يحصل يا جماعة هتظل العضلة منكبضة وده بيسمى باسم الشد العضلي الشد العضلي طيب الروابط المستعرضة هي عبارة عن خيوط تم تكوينها بمساعدة ايونات الكالسيوم تمتد من خيوط الميوسين لكي تتصل بينا جماعة بخيوط الاجتين لكي تمتد بخيوط او تتصل بيه خيوط الاجتين تمام كسور النظرية بقى بتاعة العالم هيكسلي العالم ده فصر آلية انكباض العضلة الهيكلية ولكنه فشل في انكباض العضلات الملساء الحاجة التانية وجدوا ان العضلات الملساء دي بتحتوي على ألياف من عضلات الملساء دي بتحتوي على النوع يشبه الى حد كبير الخيوط الاكتينية اللي هي موجودة في العضلات الهيكلية بس الراجل ما عرفش يفصر ازاي هي بتنقبض ماشي نيجي برضه الجزء من ضمن الاجزاء المهمة جدا برضه في هذا الجزء اللي هو الوحدة الحركية الوحدة الحركية العلماء عرفوها على أنها هي الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية نرجع تاني وراء شوية وهنا منقول القطع العضلية اللي هي ساركمير كنا منقول اللي هي الوحدة التركيبية للعضلة الهيكلية هنا عندنا الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية طيب الوحدة الحركية لم يجي أقول لك علل تعتبر الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية يعني الوحدة الوظيفية للعضلة الهين الهيكلية تقولوا ليه؟ وذلك لأن انكباض العضلات ما هو إلا محصلة لانكباض جميع الوحدات الحركية جميع الوحدات الحركية المؤلفة للعضلة يبقى إذن عندنا دلوقتي انكباض العضلة عبارة عن محصلة انكباض كل الوحدات الحركية الموجودة في العضلة لذلك بتسمى باسم الوحدة الوظيفية طيب وحدة تركيبية يا جماعة يعني اللي بتكون الشيء الوحدة الوظيفية اللي بتأهله ان يقوم بوزيفته تمام كده؟ طيب التركيب بقى بتاع الوحدة الحركية الوحدة الحركية عبارة عن مجموعة من الالياف العضلية والخليلع العصبية اللي بتغزي هذه الالياف العضلية طيب وجدوا ان عند دخول الليف العصبي الحركي إن العضلة هذا الليف العصب الحركي بيتفرع الى عدد كبير من الفروة العصبية قدرها كام أو بيتفرع عشان يغزي من 500 ليف عصبي أو من 500 ليف عضلي يبقى عندنا الخليل العصبية الوحدة لما بتدخل جوه أو ليف العصب الحركي لما بتدخل جوه العضلة بيتفرع إلى فروع هذه الفروع بتزود أو بتغزي من 500 ليف عضلي ليف عضلي طيب قلنا هو كل ليف عصبي حركي بيغزي عدد قدره من 500 أو من 500 من الألياف العضلية بواسطة التفرع النهائي اللي احنا قلناه من شوية ولما كنا مسكين الجزئية دي كده جماعة تمام كده دي كان جزء من تفرع من التفرعات دي جزء من التفرع أو تفرع من هذه التفرعات زي ما احنا شايفين الرسمة قدامنا هيا عندنا العصب ده رقم واحد رقم اتنين اللي هو المحور بتاع الليف العصبي ثم نهاية العصبية اللي فيها الانتفاخات دي يا جماعة اللي احنا كنا رسمينها من شوية أو عملينها عن طريق ايه هذا الجزء ثم عندنا الجزء اللي هو مخاطط ده اللي هي الألياف العضلية ماشي الجزء بقى اللي احنا قلناه من شوية لما كنا بنقول ده تفرع نهائي وده سطح ليف عضلية الجزء ده مع الجزء ده بيسموه الوصلة العصبية الحركية الوصلة العصبية العضلية أو الوصلة العصبية الهين الحركية طيب الوصلة العصبية العضلية آسف الوصلة العصبية العضلية أو تشبك العصب العضلي هو اتصال تفرع نهائي لخلية عصبية بغشاء الليفة الهين يا جماعة العضلية او الصفائح الحركية للليفة العضلية اذا لم يجيلك في الامتحان ويقولك ما معنى قولنا ان الواحدة الحركية ابارة عن واحد الى سبعين تقوله معنى ذلك ان كل ليف عصبي حركي واحد بيغزي سبعين ليف عضلي بواسطة تفرعاته النهائية التفرعات دي زي ما قلنا من شوية بيتصل الواحد منها بالصفائح النهائية الحركية للليفة العضلية في مكان هذا المكان اسمه الواصل العصبية العضلية الواصل العصبية العضلية اللي احنا عملناها برضو من شوية تاني اللي هو كان الجزء ده مع الجزء ده نيجي بعد ذلك ليه الاجهاد العضلية بالتأكيد كتير مننا قاعد فترة طويلة مايلعبش كورة مثلا ولما نزل للعب كورة حس ان الجسم متكسر ومش عارف يمشي كويس ده بيسموه الاجهاد العضلية الاجهاد العضل يا جماعة سببه هو اجهاد وتعب العضلة نتيجة انقباضها وانبساطها بسرعة وانت بتلعب بسرعة كبيرة جدا كده طيب دي مشكلته في ايه ان احنا عندنا الدم بتاعنا ما بيقدرش يوصل في الحالة دي يعني اللي هو الحركة السريعة ما بيقدرش ان الدم ده لا يستطيع ناكل الدم بالكمية والسرعة الكافية للعضلة طيب اهمية الاكسوجين ايه اللي هو بيعمل ايه التنفس وانتاج الطاقة زي ما خدنا سنة اللي فاتت في انشطر الجلوكوز ماشي نتيجة بقى لنقص الاكسوجين ده اللي هو بيوصل للعضلة بتضطر العضلة اللي هي تحول الجليكوجين اللي هو النشة الحيواني اللي مخازن فيه الكبد والعضلات بتحوله الى جلوكوز هذا الجلوكوز بيحصل له اكسادة عن طريق التنفس الخلوي اللي هوائي اللي هو في غياب الاكسوجين وده بيؤدي الى انطلاق كمية قليلة من الطاقة ولكن هذه الكمية القليلة بتساعد العضلة على الحركة طيب نتيجة لتنفس الخلوي اللي هوائي بيانتج حامد اسمه حامد اللاكتيك حامد اللاكتيك اللي هو بسبب الاجهاد العضلي الحامد ده هو يا جماعة بسبب الاجهاد الهون العضلي طيب يعني بسبب تعب العضلة ماشي ركزوا بقى معاية احنا كده خلصنا الاجهاد العضلي طيب ايه اللي يحصل يا جماعة عشان يعني يحصل زوال لهذا الاجهاد العضلي وجدوا ان الشخص لازم يرتاح حتى يصل للعضلة الكمية الكافية من الاكسوجين ولما يوصل لها الكمية كافية من الاكسوجين بتستخدمه في اتنفس الخلوي الهوائي عشان تونت الكمية كافية من الطاقة واذا يزول الاجهاد الهون العضلي طيب عندنا بقى الجزء الجديد بقى السنة دي برضو هو نازل جديد اللي هو الشد العضلي ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة حاجة جديدة واحنا زي ما قلنا في اول محاضرة ان اي جزء جديد في المنهج لابد ان يأتي في الامتحان يعني انا عندي توقع ان السنة جاء سنة دي ان شاء الله في الامتحان هينزل مقارنة ما بين الاجهاد العضلي والشد العضلي وبكرة الايام تفكركم اشهد العضلي احنا قلنا من شوية يا جماعة ان عشان الرابط المستعرضة تجذب الاكتين في اتجاه بعضها واتجاه الميوسين عاوزين طاقة اللي هي ايتي بيه وفي نفس الوقت علشان الرابط المستعرضة تسيب الاكتين يرجع تاني احنا برضو محتاجين ايه محتاجين كمية اخرى من الطاقة ساعت بيكون موجود طاقة تكفي لجذب الاكتين في اتجاه بعضه اتجاه الميوسين بس ما فيش طاقة تفلي الرابط المستعرضة تترك مين الاكتين طيب ايه اللي بيحصل بتظل الرابط المستعرضة متحدة مع مين مع الاكتين وده بيؤدي يا جماعة الى ان العضلة بدنها في حالة انكباض وده بيؤدي الى ما يسمى بيه الشد العضلي يبدأ ان الشد العضلي يحدث نتيجة عدم كفاءة جزئات الاتبي في العضلة وبالتالي مما يسبب عدم ايه انفصال الرابط المستعرضة عن خدوط الاكتين فتظل مرتبطة بها وبالتالي تظل العضلة في حالة انكباض مستمر وده بيسبب ألم شديد للعضلة زي ما قلنا من شوية لو جي سألك سؤال علل يجب ان يتوقف الشخص عن الحركة عند اجهادها تقوله رقم واحد وذلك حتى يصل العضلة كمية كافية من الاكسجين هذه الكمية الكافية تؤدي الى ان العضلة بتعمل تنفس خلوي هوائي وده بيانتج عنده كمية كبيرة من الطاقة اللي هي الاتبي يعني طيب لو قررناها بالطاقة اللي هي هتنتج من التنفس الخلوي اللا هوائي طبعا يا جماعة زي ما خلنا سالة فاتت تنفس الخلوي الهوائي بيانتج عنه 38 جزء بينما اللا هوائي 2 اتبي بس بإذن كمية الكمية الناتجة من التنفس الخلوي الهوائي أعلى بكثير جدا من الناتجة من من اللا هوائي طيب إذن لما يتنفس هوائي لما يتوفر له الاكسوجين يعني ده بيعمل على انفصال مين يا جماعة الروابط المساردة بيعمل على انفصال الروابط المساردة عن خيوص الاكتين ثم تنبسط العضلة مرة تانية طيب وبعد كده طبعا تبدأ العضلة سلسلة من الانكباط والانبساط زي ما هي أو زي الطبيعة بتاعها ماشي يبقى إذن عندنا أول سبب في الشد العضلي هو إيه هو عدم كفاية الاتبي اللازم لانفصال الروابط المساردة عن مين عن الخيوص الاكتين السبب التاني بقى بيقولوا إيه اللي ممكن يكون فيه اختلالات اختلال يا جماعة فيه النبضات العصبية غير الصحيحة يعني بيوصل للعضلة أوامر عصبية حركية غير صحيحة وده بيقدي إلى إيه إلى الشد العضلي طيب زي ما قلنا إن العضلة بتلجأ لتنفس الخلوي اللي هي هوائي عند لاكس الأكسجين وده طبعا لتحويل الجليكوجين إلى جولوكوز ثم يتأكسد بعد كده لها هوائي لإنتاج إيه طاقة الطاقة دي بتعطي كمية قليلة جدا من العضلة من الطاقة عشان إيه تتحرك طيب راكز معا معي جي كتير قبل كده سؤال يقول ما هو المخزون الفعلي للطاقة في الخلية يبل مخزون الفعلي للطاقة يا جماعة هو الجليكوجين المخزون الفعلي للطاقة هو الجليكوجين طيب الجليكوجين بعد كده بتحول لأجولوكوز بيحصل لأجولوكوز أكسدة بتنطلق إيه طاقة بتخزن في الإ Давайте اللي هو عملة الطاقة الثلamas ما خدنا السنة اللي فات. يبقى لما يجي لك انفلحان سؤال ويقول لك المخزون الفعل للطاقة في الخلية تقول له مين هو الجلايكوجين. المخزون الفعل للطاقة في الخلية هو الجلايكوجين. وكذا نشكركم. وربنا وفاقكم. وشكرا لكم جميعا. وشكرا لكايرو دار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.